الحال من بعضه الكورة زي البسكت زي الفولي هي 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 الدوامة اللي المهندس عدلي أشار إليها في البداية اتحاد الطائرة يا جماعة فيه وقعة تدحك بجد وشر البلية ما يضحك المنتخب مسافر للجزائر عشان يشارك فيه دورة ألعاب البحر المتوسط والناس راحة المطار اللجنة الأولمبية بتفاجأ أنه اسم المدرب المتحفظ عليه موجود في القرار مسافر إزاي ده وإحنا قلنا لكم ده ما ينفعش يتعجب بجواب رسمي فالتحاد الطائرة يجتمع ويشيل المدرب والبعثة في المطار فيه فوضى أكتر من كده إيه الحكاية الدوامة إحنا قلنا السنة اللي فاتت أن هناك أمرا مريبا يدور في اتحاد الكرة الطائرة الأمر المريب أنه تعدلت اللوايح وسمحت بفتح القيد في أي وقت للدرجة أن سمحت لنادي زمالك وعشان تغطي قرارها سمحت لنادي سموحة أن يسجلوا اتنين قبل ما تيجي أوراقهم وفي غير الوقت المحدد وجهه الرنديز وجهه الرجل برازيل وسمحوا برده هكل والفرقة اتغيرت في يوم وليلة الفرقة اللي كانت خسرانا من كل أندية مصر تقريبا خدت البطولة حيقول لك الأهلي ما هو جاء بواحد برازيل ما حتتطر بقى تمشي باللواعي الغلط تحاول يعني بسرعة ترمم أي شيء بعد ما تنفذت القرارات وقلنا ساعتها أنه وشاورنا على اسم المدير التنفيذي اللي بينتصر للنادي اللي ابنه بيلعب فيه محدش رد علينا حسن عابد حسن عابد ابنه سيف ممكن يكون لعيب كويس بس أنا بقول أنت ما تاخدش قرارات موريبة عشان محدش يربو ما فيه تدرب مصالح اللي حصل في موضوع المدرب ده أشاره مرة أخرى إلى نفس المدير التنفيذي وإلى نفس اللعب المرض خبطت في الهولندي أنت بتقول أن الراجل المدرب الهولندي اتشالم وهو خلاص في الأمطار الأخيرة كان بسافر لأن اللجنة الولمبية كانت بعتت جواب بالاعتراض على المدرب ده بعد ما نقشد سيرته الزاتية واكتشفت أنه جالنا في 2019 وأدى إلى نتائج مو تردية طلعنا الرابع في الأمم الإفريقية وأن ياسر أمر لما استجاب بقى وأقاله قال لي ألا أنا ما أقلتوش عشان استبعد سيف ده سيف دلوقتي موجود لكن أنا أقلته ليه بقى لأنه نتائجه كانت متردية جدا وعلاقته بالعيبة سيئة جدا ودرته للمباراة سيئة جدا فأنا قلت أقيله دلوقتي واعترب بغلط يا حسن ما يحصل مشكلة طب أنت عينته ليه وكل ده كان موجود كل الحيسات دي كانت موجودة يعني أنت فجأت أنه كانت نتائجه قبل كده وحشة يعني عنده جواب يحذر من تعينه نتائجه سلبية وعلاقته وحشة وبعدين لما اختلف معاكو فيه أنه ما سمعش الكلام وجالكو جواب بقى ما هو كان حيساف يعني اللجنة اللونبيرا ما بعدتش استبعته في اللحظات الأخيرة كان حيساف اللجنة اللونبيرا ما بعدتش استبعته في اللحظات الأخيرة كلام أما تركبه على بعضه ولذلك أعتقد أنه ثمة تستجواب ربما يكون صحيح أنا سمعت هذا الخبر مش متأكد منه هيحصل استجواب في لك الشباب والرياضة في مجلس الشعب في هذا الأمر لأنه الحقيقة الله أعلم أنا سمعت كده من حد يعني المواضيع يا جماعة إيه الدوامة دور على الدوامة محدش بيفكر في الصالح لم مصالحنا دايقة يا جماعة إيه البطولة اللي تخليني أن أنا عشان أوجهها أكسر كل المعايير معايير المنطق حتى معايير قوتي أمام الرأي العام لما قول أنا عينته غلط بس أنت ما جبتهش من المجهود دا كان عندك وعارف عيوبه ورجعته بس أنا أقلته دلوقتي أحسن ما قيله بعدين بس لأ دا في جواب من لجنة الأنبياء بتقولك ما ينفعش ركب لي بقى أنت الكلام دا على بعضه وقل لي إحنا في الدوامة اللي برا ترجمة نانسي قنقر